مامتها ليه علاقتها غير سوية بيهم؟ لا أنا أقول إن الأب أبو البطلة بتاعتنا أبو رانيا علاقة غير سوية بأولاده وبمراته اللي هي مامة رانيا أنا بقى عايز أعرف الست دي أنا هبدأ بتحليل شخصية الست دي اللي استحملت مامة رانيا أيوة مش رانيا اللي بدأت كل حاجة هي برضو يعني في تفاصيل نقصة عن مامتها يعني هي ذكرتها في الأول إنها هي استحملت وبابا تجوز عليها وحياتنا تدمرت ده معناه إيه؟ معناه خلاص إن الأسرة تفككت توقعات رانيا أو مامة رانيا أو إخوات رانيا إن مراته دي هتبقى كويسة يعني توقع صفر ليه ومرات الأب دائما لازم تبقى نموذج شرير؟ بصي بقى مرات الأب بتبقى يعني القاعدة العامة والثقافة الموروسة من الأفلام الأبيض واسود إن مرات الأب السحرة الشريرة السحرة الشريرة إلا من راحي مربي ليه؟ ليه بقى أنا كنت بشوف إنه مثلا تفرق مرات الأب عن واحد قريدي مطلق أساسا يعني واحد راح يجوز هو أصلا مطلق وأصلا بيكمل حياة تانية فدي ممكن تبقى أحسن شوية من الإفتراضية الأولى إن واحدة داخلت خربة بيت واحد طبعا يعني أنا عجبتني قوي كلمة أحسن شوية أحسن شوية لأن أنت عارفة أنه في الآخر ممكن يرجع ليها أيها أو ممكن أن هي تظهر في الصورة عشان هي عايزة وعملة تجري وراه فهتخلي حياة الجحيم فأرقام بقى أو نمازج مرات الأب بتبقى حسب هو أرمل وعنده أولاد هو مطلق وعنده أولاد دي تفرق كتير جدا عن مرات الأب اللي دخلت على بيت قائم بذاته وحياة ودخلت تخربها والأغلبية يقولك ما تخديش واحد مطلق عشان ممكن يرجع لمراته أو ممكن ما تستحمليش عياله لا أنا مش معلت جاهدها بجاهد في شخصين كانوا عايشين مع بعض وقرروا ينهو الحياة استحالة الحياة طيب لو رجع لها فمن حق كل واحد إن هو يجوز لو رجع لها عشان خاطر ولاده وعايزينه يرجع ماما دي حالات ندرة بس it happens بتحصل بتحصل مش بعد الجواز أما ليه يعني بتحصل إمتى في مرحلة عمرية للولاد فثقافة معينة مش كل الثقافات بيعرفوا يضغطوا لما يعرفوا إن الأب هيرتبت أو الأم الأب أو الأم على فكرة فيخلوهم يرجعوا في كلامهم ويفركشوا الخطوبة ويرجعوا البعض أو لو هو اتجاوز من بدري هما وصلوا لمحرات المراقة ممكن يرجعوا باباهم لا 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 ما بتستمرش بسي أي حياة زوجية خذيها قاعدة عامة كريد رسات أي حياة زوجية بتستقر بعد أول سنة جوازة عدت أول سنة جوازة تبقى أسعر سنة جوازة على كل الناس رهيبة 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 نروح عند رقم 3 آه أنا سمعت رقم 3 خليكي مع الأرقام الفردية رقم 3 أعدت نقعد بعدها السنتين حلوين قوي نيجي عند الخمسة نيجي عند خمسة شوية بتاع نيجي عند سبعة شوية حاجات تسعة بعد كده بقى خلاص الدنيا بتنحسي